أحبتي في الله لطائف قرآنية برنامج رقيق برقة لطائفه عذب بعذوبة ألفاظه جميل لجمال معانيه مطوف من خلاله معا في بستان المعاني لبعض آيات القرآن الكريم نلتقط لطيفة من هنا وإشارة من هناك ونستخرج من هذا البحر الزاخر بعض الجواهر واللآلئ والدرر ونستلهم من هذا المحراب المهيب بعض الضروس والعظات والعبر لطائف يجتليها كل ذي بصر وروضة يجتنيها كل ذي أدب ولطيفة الليلة من أرق لطائف القرآن الكريم كله يقول الله تبارك وتعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبَ ما موضع لطيفة؟ ما من سؤال سئل للنبي عليه الصلاة والسلام إلا وجاء الجواب على هذا السؤال من الله جل وعلا لنبيه مصدرا بقوله تبارك وتعالى قل إلا في هذا الموضع في القرآن الكريم كله قال تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج قال تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير الآية قال تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما قال تعالى ويسألونك ماذا ينفقون قل العف قال تعالى ويسألونك عن اليتام قل إصلاح لهم خير قال تعالى يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول قال تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا قال تعالى يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله إلا في هذا الموضع وإذا سألك عبادي عني فإني قريب لم يقل جل وعلا لحبيبه قل إني قريب وهذا سؤال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب ولم يقل قل يا رسول الله فإني قريب لطيفة من أرقل طائف القرآن الكريم كله وقف عليها جمع كبير من سادتنا وأئمتنا وعلمائنا حتى لا تكون هناك واسطة بين العبد وبين ربه ولو كانت الواسطة رسول الله أشرف الخلق وحبيب الحق صلى الله عليه وسلم فما عليك أيها الموحد وما عليك أيها الموحدة لله جل وعلا في أي زمان وفي أي مكان إلا أن ترفع أكف الضراعة إلى الله جل وعلا لا تحتاج إلى واسطة بينك وبينه سبحانه وتعالى اللهم إني أبرأ من الثقة إلا بك وأبرأ من الأمل إلا فيك وأبرأ من التسليم إلا لك وأبرأ من التفويض إلا إليك وأبرأ من التوكل إلا عليك وأبرأ من الصبر إلا على بابك وأبرأ من الذل إلا في طاعتك وأبرأ من الرجاء إلا لما في يدك الكريمة تبرء من الحول والطول ولجوء صادق ومخلص إلى الله تبارك وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب آية جليلة تملأ القلب التقي بالثقة واليقين في الرب العلي يعيش معها المؤمن في جناب رضي وملاذ أمين وقرار مكين والدعاء شأنه عند الله عظيم ومكانته عند الله جل وعلا كبيرة فهو من أجل العبادات وأعظم القربات والطاعات فقد افتتح الله جل وعلا القرآن بالدعاء وختمه بالدعاء وهذه لطيفة أخرى في لطيفة الليلة فقد افتتح الله القرآن بالدعاء واختتم الله القرآن بالدعاء فصورة الفاتحة مجتملة على أجل على أجل الدعاء وأعظم المطالب بل وأشمل الدعاء ففيها اهدنا الصراط المستقيم وفيها الدعاء وسؤال الله جل وعلا الإعانة على عبادته تبارك وتعالى والقيام بطاعته سبحانه وتعالى وصورة الناس مجتملة على دعاء الله تبارك وتعالى بالاستعاذة به من شر الناس بالاستعاذة به من شر الوسوس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس هذه الفاتحة مجتملة على أكمل وأجمع وأشمل أنواع الدعاء وهذه صورة الناس مجتملة على هذا الدعاء الجليل أيضا على الاستعاذة بالله تبارك وتعالى رب الناس جل جلاله من الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس ولذا سمى الله تبارك وتعالى الدعاء عبادة سمى الله الدعاء عبادة فقال جل وعلا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي أي عن دعائي إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين بل إن الله جل وعلا يغضب إذا لم يسأل العبد ربه قال أعرف الخلق به صلى الله عليه وسلم كما في الحديث اللذرال بخاري في الأدب المفرد والإمام أحمد في مسنده بسند حسن من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يغضب من لم يسأل الله يغضب عليه من لم يسأل الله يغضب عليه لبست ثوب الرجاء والناس قد رقدوا وبدت أشكو إلى مولاي ما أجدو فقلت يا أملي في كل نائبة ومن عليه لكشف الضر أعتمد أشكو إليك أمورا أنت تعلمها ما لي إلى حملها صبر ولا جلد وقد مددت يدي بالذلم بتهلا إليك يا خير من مدت إليه يد فلا تردنها يا رب خائبة فبحر جودك يروي كل من يرد ولكن يتساءل كثير من إخواننا وأخواتنا ندعو الله كثيرا فلا يستجاب لنا لماذا؟ والجواب في تتمة لهذه اللطيفة في الحلقة القادمة بإذن الله جل وعلا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته